بالبداية بدي اتشكر بايننس انهم اعطوني هالطاقية الحلوة ما بعرف شلون كنت بدي اطلع على اليوتيوب انا واصلع هايك بهذا الشكل شكراً كتير لكم بايننس وهلأ خلونا نبدأ بالفيديو عملة نوت هي اكتر عملة بالعالم عليها هاي بهاي اللحظة العملة تعتبر اول عملة ميم على تطبيق تيليجرام وبلوكتشين الخاص فيهم تون شارك اكتر من 35 مليون شخص بتوليد هاي العملة من خلال التكبيس على الشاشة تماماً مثل ما بيعملوا الناس على تطبيق تيك توك لكن الفرق طبعاً انهم كانوا عم يكبسوا واستفادوا بشي بالنهاية لكن جماعة التيك توك ما بعرف ما بعرف شو بيستفيدوا بصراحة عملة نوت موجودة حالياً باكتتاب على منصة بايننس والمبالغ الموجودة بالاكتتاب بوصلت لأكثر من 14 مليار دولار واو هالعملة ما بتشبه اي عملة سبقوا عرفتوها بهذا الفيديو رح احكي لكم كل شي بتحتاجوا تعرفوا عنها وقبل ما ابدأ بالفيديو بدي احكي لكم انه في فرصة لمدة 24 ساعة تقريباً لأول 100 شخص بيعمل حساب جديد على منصة بايننس وبوثقه رح يحصل على 125 عملة مجاناً وقت لإدراج واذا كان عندك حساب من قبل فيك تعمل حساب جديد باسم حدا من أهلك أو أصدقائك العملة مو متوقع سعرها يكون كبير لكن بالنهاية هن العملات مجانية اهلا وسهلا فيكم انا محمد وانتو حالياً عم تشوفوا قناة دكتور كريبتو مشروع العملة بدأ بلعبة على تيليجرام من خلال هاي اللعبة الناس بتكبس على الشاشة متل ما حكيت لكم وكل ما ضغطت على الشاشة اكثر بتكسب عملات اكثر وتسويق هاي اللعبة ما كله في الشركة ولا سنت اعلانات لان اي شخص بيدعي اصدقائه بيكسب اكثر وبالتالي مجتمع تيليجرام نفسه سوق للعبة بشكل ما بتتخيله لدرجة انه وصل مستخدمين للعبة من بداية اطلاقها ببداية هاي السنة لغاية اليوم لأكثر من 35 مليون شخص والشركة كتير فخورة بهذا العدد يلي بيمثل 0.44% من التعداد سكان العالم العملة تم انشاءها على بلوكتشين تون متل ما حكيت لكم يلي هو الخاص بتيليجرام بصراحة عملة تون لوحدها بدها فيديو اتخيلوا انه ترتيبها صار 8 من حيث القيمة السوقية باكثر من 23 مليار دولار ولحد الان العملة مالها مدرجة على منصة بوينينز كما انها لحد الان مالها متاحة بالسوق الامريكي رح نحكي عنها فيما بعد بفيديو خاص لكن حطوا عنكم عليها لهذه العملة الهدف من عملة نوت ما كان معلن من البداية والفكرة كانت مضحكة بالنسبة لناس كتير انه هل ممكن حدا يكسب شيء من خلال التكبيس على الشاشة؟ طبعا تفكير منطقي لكن هذا هو حال لكريبتو دائما دائما فيه اشياء غير منطقية لكن حاليا بلشت الصورة توضح اكثر والعملة بالظاهر فيه يعني ناس بيتهيئ لها انها هي عملة ميم لكن الحقيقة هي اكبر من هيك بكتير العملة تعتبر عملة مجتمع وإلها استخدامات عديدة مثل انه المستخدمين بيقدروا يكسبوا العملات من خلال التفاعل مع تطبيقات الويب 3 كما انهم رح يكسبوها من خلال لعب العاب جديدة كما انه اصحاب المشاريع رح يقدروا يعرضوا مشاريعهم من خلال هاي العملة اتخيلوا عملة عندها هذا المجتمع الضخم قديش رح يتهافت عليها اصحاب المشاريع؟ لجمهور هو اصلا مستهدف بالنسبة لهم 100% بالنسبة لاقتصاديات العملة العدد لكل العملات هو حوالي 103 مليار عملة تقريبا ورح يكونوا كلهم موجودين بالسوق عن طرح العملة ما بتوقع شفتوا هيك شكل من قبل اتخيلوا انه 78% من العملة تم توزيعها على الناس بدون اكتتاب بدون دفع اي شيء بدون اعلانات بدون اي وعود انه رح تكون هاي العملة هي المشروع الفضيع وباقي العملات رح يكون على اكتتاب على باينانس والمنصات الاخرى وجزء للتطوير وجزء تاني لمكافأة المستخدمين يعني من الاخر هاي العملة هي عملة مجتمع بدون اي حيتان بدون وجود عملات لاصحاب المشروع او مستثمرين ممكن يصرفوا العملات على المستخدمين فيما بعد اتخيلوا هيك مشروع اذا منروح على الورقة البيضاء الخاصة فيه منلاقي في عنا تسع صفحات فاضية تماما لكن هذا الشي تم يشارع له انه هي الفيرجن وان او الاصدار الاول ممكن نشوف ورقة بيضاء للمشروع باصدار تاني فيما بعد بالنسبة لسعر العملة المتوقع السعر بيعتمد على الماركت كاب يلي ممكن توصله لعملة ضمن اول مية عملة حسب القيمة السوقية يعني اللي هنه نتوب مية على الموقع الكوين ماركت كاب فيه عنا سبع عملات ميم مجموع الماركت كاب تبعهم بس هدول اللي هنه بالتوب مية بيطلع اكثر من 44 مليار دولار توقعي الشخصي لهي العملة اللي ممكن انا اكون مخطئ فيه انه وقت الادراج ممكن يوصل الماركت كاب لواحد مليار دولار ومع الوقت ممكن هذا الرقم يتضاعف العملة عم يتم بيعها بشكل مسبق على عدة منصات فيكم تشتروها حاليا والعملة مسعرة على واحد سنت او اكثر شوي او اقل شوي وبالتالي هذا بيدعم توقعي انه ممكن بالبداية يكون الماركت كاب واحد مليار اي انه رح يكون فيه عملة من التوب مية من اول يوم بادراجها وهلأ خليني احكي لكم كيف فيكم تكسبوا هاي العملة بصراحة المنصات عم تتنافس بالتسويق لنفسها من خلال طرحي العملة وانا طرحت عدة فرص على قناة الايردروب الخاصة فينا على التليجرام لهيك تأكدوا انكم تشتركوا فيها تاركلكم الرابط باول صندوق الوصف بالنسبة لمنصة بوينانس فيكم تكسبوا العملات بشكل امن تماما بدون اي مخاطرة من خلال المشاركة باللانش بول او الاكتتاب الخاص بالمنصة المشاركة بتتم اما من خلال انك تعمل قفل لعملات البي ام بي او عملات الافدي واسدي وانا بنصح اي شخص معه رصيد مو بحاجته انه يقفله لانه بالنهاية ما فيه اي مخاطرة حرفيا انت عم تكسب عملات مجانية طبعا اذا بدتكون المجزية بالنسبة اليك لازم الاستثمار يكوني كبير وهذا الشي لازم تحطوه كتير منيح ببالكم كما انه فيك مثل ما حكيتلك ببداية الفيديو انك تكسب 125 عملة بشكل مجاني تماما بس من خلال تسجيل حساب جديد وتوثيقه هذا كل شي بدي احكي لكم يا عن مشروع اللي عملي حاليا واي تحديثات كبيرة بتصير عليها رح اعمل لكم فيديو عنها باذن الله شكرا كتير لكم ولمتابعتكم وبشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة يلي عنده اي سؤال يترك لي يا تحت بالتعليقات السلام عليكم